حجاية ولا في الخيال الأصارة المصرية بتحكيها بتوضح لنا إن احنا ما نخبش على الأصارة المصرية يا جماعة بالرغم إنها تبهدلت كتير وتدمرت كتير إلى إن المتبكي أكتر والقصص اللي بتحكيها الأصار دي بتوضح إن الأصار دي فيه حاجة خاصة بيها سحر خاص بيها خاصة لو فيه تعب في الصناعاته. كلكم بتنبار بتبسان خفرة ومنكورة وبتمثيل الأسرة الـ 18 وتمثيل الكبيرة زي بتاعت أمن حطب الثالث والملك رمسيس الثاني. لكن مع الأسف التمثال ده مش واخد حقه بالرغم إنه هو معجزة فنية دايماً يا جماعة لما بيكون الملك قوي ومصر عايشها استقرار أمني كبير جداً بيحصل إبداع في الفن. إبداع في التمثيل. التمثيل يا جماعة المصر القديم على مر العصور مفيش مرحلة غير لما زعرت مدرسة فنية في منتهى الجمال. بتوضح لنا الإعجاز الفني اللي كان عند الفنانة المصري إنه إزاي ياخد حجارة ويشكلها بمنتهى ثلاثة. وكأن دي دي فيها سحر. لدرجة إن فينا سلغات وقتنا هذا بيفتكروا إن الموضوع فيه تكنولوجيا أو فيه سحر أو فيه جن. بالرغم إن الموضوع أبسط من كده. هو الرك على يد الفنان المصري. والفن يا جماعة صعب. النحات ذات نفسه لما بيشوف الشغل ده بيعرف إنه أصعب. إيه بقى حكاية التمثيل ده وإنت ليه نرفانة منبهرة بيه. ده تمثيل للملك أمن منحات الثالث. وهو في وضع أبو الهول. ومش أي وضع. وضع فريد من النوع. ما شفناهوش قبل كده. لا قبل ولا بعد. فعلا مدرسة مميزة لهذا الملك. هو هنا حاب يعمل الشكل بتاع أبو الهول. بس بشكل أكثر. باختلاف وأكثر فن. بمعنى إن تمثيل أبو الهول باللحظة إن الراس راس بني آدم. لا هنا الوجه فقط هو وجه البني آدم. أما باقي التفاصيل فهو شكل الأسد بالزبط. أسد شارس أسد قوي. الودان أسد. الغطاء أسد. غطاء الجسد يعني الفروة بتاعة الأسد مرسومة كمان. جسم الأسد. مؤخرة الأسد. إيدين الأسد. مفيش فيها تفاصيل بشرية غير الوجه فقط. هنا الملك المصري أبو المنحات الثالث حاب إنه هو يزود قوته شوية. وكمان يبين الإبداع بتاع الفن اللي فوصل في عصره عامل إزاي. وقد كان فعلا من قطر ما الملوك اللي بعد كده شافه التمثال ده. انبهروا بيه جدا. يعني انبهروا بطريقة فظيعة. فكان كل ملك يشوف التمثال ده ياخده ويكتب عليه اسمه. الموضوع ده حصل من إمتى؟ تعال أقول لكم. إحنا عندنا الملك أبو المنحات الثالث كان موجود في عصر القصة الـ 12. بعد عصر القصة الـ 13 ظهر لينا الهيكسوس. فملك الهيكسوس وإحنا اسمه نحسي شاف التمثال ده أعجب بيه جدا. فكتب عليه اسمه. ففيه العلماء قالوا اني ده تماثيل الهيكسوس لا يا جماعة دي مش تماثيل الهيكسوس. ده الهيكسوس اختصبوها من الملوك المصريين السابقي. وبعد كده الملكة حتشبسوها تشافت التمثال أعجبين بيه. فكتبت اسمها برضوك عليه. وبعد كده الملك رمسيز الثاني شاف التمثال انبعر بيه برضوك. وكتب اسمه عليه. الملك برrough بطاع عمل نفس اللي عمله السابقين. الملوكة السابقين كتب اسمه برضوك عليه. عشان كده أنا بستغرب من الناس اللي بتقول إنه رابسيس تاني هو بس اللي كان بيسرق لا دي كانت فيه نوع من الأنواع الإنبهار مش سرقة هو ما سرقوش هو ما طمصوش اسم الملك هم كتبوا الأساني بتاعتهم بالجوار اسم الملك فطبعاً الأساني دي كلها مكتوبة على التمثال ده بس مش التمثال ده بس لأن احنا التمثال ده لقينا منه سبع نصف تخيلوا مدى الصناع طبعاً العدد اللي مفروض يبقى موجود ما يكونش سبع هو المفروض يبقى عدد مجوز مش عدد فرد فمعنى ذلك كان فيه تمثيل أكتر من كده وهما لقوه فين بقى لقوه في تانيس لما لقوه في تانيس المفروض إنه كان يكون قصاد معبد باستس اللي موجود فيه باستس فلما لقوه في تانيس طبعاً اللفة اللي لفها التمثال ما بين العاصمة عاصمة مصر المتغيرة والورش اللي كان بيكتب عليها الاسم فل التمثال دا يلف في لفة حلوة في مصر بس سبحان الله آخر ملك وهو الملك بوسرس الأول بعد ما شاف التمثال دا أعجب بيه بردوك وافتتن بي وكتب عليه اسمه بردوك بس عمل حاجة حلوة قوي عمل ايه؟ راجع التمثال تاني في المجان اللي كان موجود فيه سابق كان نوع من أنواع إنه هو نفذ أمر هذا القصر لإن خلو بالكم القصار لما حد بيفتتن بيها بتأثر عليه على فكرة والله هنش بهزر موضوع دا حصل أكتر من مرة فرحة بيتو وضح لكم إنه سبحان الله التمثال لف بلفته لكن رجع نفس المكان للأصل بتاعه وإن كان المصريين القدماء برضو كان عندهم نظرة فنية للأصار وإن الملك كان ممكن لما يشوف قطعة تعجبه كان ممكن يحتفظ بيها ممكن يحتفظ بيها بقبره ممكن يحتفظ بيها في معبده ممكن يعيد كتابة اسمه عليها مرة أخرى وده كان بيحصل خاصة في القطع الفريدة من نحن التمثيل دي موجودة في المتحف المصر مفيز زيها على فكرة زيها زي روسني برديت بس زي ما أنا قلتلكم مليون مار الغرب بيعرف يعمل دعاية إحنا مبنعرفش قيمة الحاجة اللي في قدين التمثال دا مصنوع من الجرانيت الرماط يعني مادة صلبة مستهلة علشان تكون عارفين موسيقى